شارك وزير الخارجية سامة شكري في جلسة حوارية بعنوان إقليم من الفرص من البحر المتوسطي لبحر العرب وذلك خلال أعمال منتدى رايسينا والمنعقد في العاصمة الهندية نيو دالهي والتي شارك فيها أيضا وزير خارجية سلطنة عمان ووزيرة الدولة الإماراتية للتعاون الدولية جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية حيث استعرض شكري خلال الجلسة الجهود التي طلعت بها مصر خلال السنوات الماضية لتعزيز التنمية الاقتصادية كما تطرق لأبرز التحديات التي توجه العمل المناخي الدولي مشيرا إلى أهمية التحلي بالشفافية وتعاون وتجنب تسييس موضوعات تغير المناخية أما فيما يتعلق بأسباب عدم تواصل لحل القضية الفلسطينية حتى الآن فأوضح الوزير شكري أن ذلك يأتي بسبب غياب الإرادة السياسية من الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي